السلام عليكم ورحمة الله وبركاته او ربطنا خلق النباتات عشان تعطينا غذاء وعشان تعمل على انها تعطينا الاكسوجين وتاخد ثاني اكسيد الكربون يعني تنقي الجو تمام وبما ان الغابات المكون الرئيس لها اللي هو ايش اللي هو النباتات فمعانا تأول خاصية من خصائص الغابات اللي هي انتاج الاكسوجين واستهلاك ثاني اكسيد الكربون ثاني اشي الغابات اللي هي تأثير في المناخ فهي تزيد من رطوبة الجو وتخفض من حدة الرياح طيب لكن هاي الغابات اللي هي مشاكل بتتعرض لها اش هي هاي المشاكل اول مشكلة اللي هي الرعي الجائر ثاني مشكلة تحطيب الجائر شو يعني تحطيب يعني انا اقطع الاشجار واعملها حطب تمام لما انا اعمل هذا الاشي اش دو يصير فيه عندي بدو يلتغي الغابات وتمام وبالتالي رح تأثر علينا وعلى البيئة ثالث اه مشكلة اللي هي الحرائق والرابع اشي اللي هي الفوضى في التخطيط العمراني يعني انا لما باجي بحط مثلا عمارة ببنيها فوق منطقة اه زراعية طب انا هيك هاي المنطقة مفروض هي منطقة اه زراعية انا استغلها مش اني انا احط مبنى فوقها تمام هاد بالنسبة للمشاكل اللي بتتعرض لها الغابات هلأ رح نيكي عن غابتين الغابة الاولى هي الغابات الاستوائية والغابة التانية اللي هي الغابات المعتدلة هلأ اول شي رح نبلش بالغابات الاستوائية هلأ الغابات الاستوائية احنا زمان ممكن سمعنا منها من اهلنا ممكن سمعنا منها عنها عن طريقة التلفزيون مثلا الغابات الاستوائية اللي هي مثال عليها غابات الامازون عشان انا قلتلك انه احنا سبعين عنها قبل تمام فاذا الغابات الاستوائية مثلا عليها غابات الامازون طب ايش بتتميز هاي الغابات الاستوائية اول ايش بتتميز فيه انها اكثر الغابات تنوعا حيويا طب ليش ربنا خلعها اكثر الغابات تنوعا حيويا هلأ رح نشوف الخصائص اللي بتتميز فيها هاي الغابات اول خاصية تمتاز بدرجات حرارة مرتفعة وامطار غزيرة على مدار السنة وبالتالي بما انها امطار غزيرة معنا شو بنتوقع يصير اكيد بده يكون في عندي كمية كبيرة من المنتجات اللي هي النباتات والاشجار والاعشاب صح هاي النباتات رح تكون موجودة بشكل كبير لانه في كمية امطار كويسة وبالتالي لما تزيد اعداد المنتجات شو اللي بده يسير له اعداد المستهلكات برضه بده يزيد هاي اول خاصية من الخصائص ثاني خاصية بتتميز فيها انه الاشجار فيها متشابكة لارتفاعات كبيرة اذا توصل الشجار فيها لارتفاعات كبيرة طب ليش الشجر تاعها بتطلع لفوق بحثا عن الضوء تمام لكن برضه في اسفلها ببعينها مش غاصلها ضوء كتير لكن بينمو فيها بعض النباتات مثل استرخصيات والحزازيات ودائما اخذ قاعدة يا ثامن ان استرخصيات والحزازيات وظيفتهم الرئيسية انهم بيعملوا امتاج للأكسجين بشكل كبير تمام وبالتالي سموا الغابات الاستوائية هي سموها الغابات رئة العالم خلو انا جبت لك بالامتحان وانت لك الغابات التي تدعى رئة العالم هي الغابات الاستوائية الغابات المعتدلة لا شيء مما ذكر طبعا بدك تقول لي الغابات الاستوائية تمام هذه النسبة للغابات الاستوائية الغابات المعتدلة لها عدة خصائص الخاصية الاولى ان تمتاز بطقس معتدل بارد شتاء وحار نسبيا صيفا تمام بارد في الشتاء وحار نسبيا الصيف وتظهر فيها الفصول الاربع يعني ما في عندها طول السنة شتاء وطول السنة حار لا هاي معتدلة تمام هاي اول نقطة تاني نقطة تتساقط اوراق بعض الاشجار فيها باثر البرد اذا تسقط فيها الاوراق باثر البرد وتتحلل لتصبح سمادا للتربة هلا فيه بيعيش فيها نباتات دائمة الخضرة طبعا هاي عشان تظلها عاشة باستمرار عندها اوراقها تحتوي على مادة شمعية طبعا المادة الشمعية هاي اللي بدي احكي اللي بنا نذكرها هلا حتمر معك في الصفوف اللاحقة يا ثامن في عندي بعض النباتات ربنا نخلق عليهم مادة زي الشمع هاي المادة اللي زي الشمع ربنا نخلقها ليش ممكن عشان تحميها من تحمل البرد تمام وبتحميها من انها تتقد الماء فضروري نحفظ انه في عندي مادة شمعية هاي المادة الشمعية تكون موجودة على بعض النباتات ليش عشان تحميها وفي عين طبعا بعيش فيها حيوانات تكيفات على درجات الحرارة بالصيف والشتاء هيك بنكون انهينا درسنا الثاني وهلأ رح نروح للدرس الثالث هلأ رح نحكي عن درسنا الثالث شايفين هاي بس هذا هو الدرس الثالث اللي عمنا عشان هيك انا دمجته مع الدرس الثاني هلأ هون بهذا الدرس رح نحكي عن المناطق العشبية ومن اسمها مناطق عشبية معاناته ايش اكتر اشي موجود فيها الاعشاب اذا تكثر فيها الاعشاب ليش تكثر فيها الاعشاب لتربية الماشية كالابقار والاغنام طبعا هون احنا ذاكرين لكم نوعين ومنطقتين من المناطق العشبية عندي المناطق العشبية المعتدلة وعندي السافانة طبعا السافانة اسمعنا كثير فيها على التلفزيون على نشونال جيوغرافيك ومنعرف احنا انه السافانة درجة الحرارة فيها عالية طوال العام تمام عكس المناطق العشبية المعتدلة طيب ايش النباتات التي تعيش فيها اول اشي رح نقارن بين النباتات اللي بتعيش بالمناطق المعتدلة النباتات بتعيش بالمناطق المعتدلة مدة نموها قصير وبالتالي لا تحتاج لكميات كبيرة من الماء ومثال عليها الذرة والقمح اما السافانة ايش الآن بيعيش فيها؟ اعشاب وفي عندي شجيرات والقليل من الاشجار طبعا ليش في السافانة فيها القليل من الاشجار؟ عشان انا مثلا عندي الزرافات تمام هال الزرافات انا قابتهم طويلة فبالتالي ربنا خلق في ذلك المناطق بعض الاشجار عشان هاي الزرافات تقدر تعيش هات بالنسبة ل النباتات التي تعيش في هاي المنطقتين هال الحيوانات اللي بتعيش في المناطق المعتدلة مثل الغزلان الجواميس والسناجب والسافانة الفيل والحمار الوحشي والزرافات هيك بنكون انهينا درسنا لليوم يا تامل بتمنى وبرجع بعيد بكررية تامل انه هاي المادة ماذا تحفظ بحث بتمنى انك تحفظ اول باول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته